عايز اقول لكم حاجة برضو يعني في نفس اطار كلام كيروش كده انا واحب بالناس دايما يعني في ناس تقول لك ايه الخبر الحصري اطلع وعمل له فرح ولو زميل زميلي ايله اقول ادي ظهري او اقول النهاردة سمعت تصريح انا اقول اسم الزميل واقول هنا واقول هنا واي حد يعمل حكو اسا انا اقولها على طول على فكرة عنديش اي مشكلة خالص كريم حسن شاعت اقول حاجة انا هتحقوط اصعب نص الزم اي حد من ناس يقول اي سب اي حد من زملاء اطلع اقول فلان انا ما عنديش اي مشكلة انا النهاردة لقيت السوشيال ميديا كلها عاملة تصريحات وحاجات وما بين هزار ما بين جد الشناوي سيف زاهر الشناوي في حتة تانية دا سلوجن النهاردة وراكب ترند وطاير يعني ناس كتير النهاردة ماشية في القصة دي المفروض المفروض ان انا القصة دي اديها ظهري النهاردة كويس وكن انا يعني انا مش انا عارفيني القصة دي واستنى ما الشناوي يقوم ويفوق ويتقلق مسا ووراك جاو ليه الشناوي في حتة تانية لا انا عندي حاجات سابتة بتاعتي على مسافة واحدة من الجميع بتاعتي بص في ورقتك بتاعتي الشناوي في حتة تانية بتاعتي واحد يقول لي هو انت عايز تقول لنا النهاردة الشناوي في حتة تانية يعني دا الكلام دا النهاردة ايو ايو انا دي وجهة نظر نحترم وجهة نظر بعض انا بالنسبة لي محمد الشناوي في حتة تانية يا عم الحاج دا ما جابش ولا ضرب الجزاء هي ضربات الحظ ضربات المعاناة هو محمد شريف اللي ضيع او حجازي اللي ضيع لعيب ما عندوش فكرة خالص خالص هي ضربات الجزاء معيار لتقييم خالص هو النهاردة يومك موفق اصد ضربتين ثلاثة و وفي ايام ما صدش النهاردة ضربات الترجيح تاريخ محمد الشناوي فيها تاريخ كبير وعظيم جدا محمد الشناوي محمد الشناوي اداءه في البطولة العربية اداء رائع جدا مش انا حنشوف النهاردة مع الكابتين احمد ناجي وحنسمع وحيكون ضيفنا وحنسمع الدنيا الدنيا ماشي ازاي ولا يفتو ناجي في المدينة صح صح بانا ساوي فايوا دا انا دا كلامي ومتمسك بيه حتى النهاردة لو الناس بتنتقدني انا رأيي انا رأيي اتمسك بيه اوي اوي في المشكلة يعني ما اقول المسلماني مدير فن كبير لو خسر مدير فن كبير اتكت اوي لان العادي ان كلنا نقول في اي وقت ولكن ولكن الشناوي في حتة تانية وحرس مرمى كبير انا متمسك بيه حتى لو النهاردة ادي اوف بتاعف ضربات الجزاء فقط لا غير ولكن الشناوي حرس مرمى كبير افشة لعيب كبير محمد شريف لعيب كبير مصطفى فتحي لعيب كبير مصطفى فتحي لعيب كبير لعيب كويس يعني ما لوش تاريخ اوف انتخب بس لعيب كويس حتى لو مش موفق طب السلية لعيب كبير على فكرة مصحتش النهاردة من النوم قررت كده ده بناء على تقييم مشوار كبير مشوار كبير والناس بالذات هتكت النهاردة بالذات ان الناس النهاردة مثلا هتمسك ايه السلية في ماتش تونس وشريف في النهاردة على مسئولية الشخصية الشناوي ومحمد شريف والسلية لعيب كبار جدا كبار جدا حتى لو مش في يومهم حتى لو النهاردة النهاردة افشا يخلص المباراة النهاردة من بدري بس اجي النهاردة اقول افشا شريف ما ينفعش يبقى دولي اصل ضايع النهاردة الانفراض ده محمد شريف اللي بتكلم عليه بقى لي سنة ويه طب افشا افشا ايه لا مش يا جماعة ده افشا طب الشناوي النهاردة بقى في حتة تالتة يعني بناء على النهاردة في حتة تالتة لمس تراس من خطأ للسلية ما بقىش لعيب كبير ركزوا في كلامي وحكموا انتو لو حنحاسب بالثانية عمرنا ما هنعرف نقيم ودي بمنطقة صراحة مشكلتنا اللاعب اللي بياخد فلوس كتير ما يستحقهاش بسبب كده جاب جنين فدخلنا دي بقى لعيب كبير راح فما بقىش قيم على فترة قيم على زمن التاريخ بتعمل بزمن بمواقب بإحصائيات بأرقام مش أنا اللي بعمله والله مش أنا اللي بعمله الونش ممكن يغلط يوم الونش لعيب كبير وضامن مكانه في المنتخب الوطني الجيم تقييم الجيم رقمي على فكرة عمر الجيم ما هيبقى أهلي وزمالك مع المنتخب ما تضعوش وقتك عمر ما هيبقى كده حتى لو فيه أقلية دمخة كده يظل المنتخب هو الاهتمام رقم واحد وحط عشر خطوط ثم بعد كده الأهل الزمالك زي ما انتو عايزين فما تحسبوهاش كده وما تقيموش باللقطة وما تقيموش بالهدف يومك النهاردة وبكرة مش يومك وبعد يومي وبعده مش يومي وهي دير رياضة ومكسب وخسارة وتغيير إذن خلونا نتفق على حاجة إن الشناوي حرس مرمى كبير في حتة تانية بأرقامه